نشاط مكثف للدبلوماسية الأمريكية في الشأن السياسي اليمني يترافق مع تدخلاتها العسكرية المتسارعة ضد تنظيم القاعدة بحسب تصريحات مسؤولين أمريكيين لصحيفة وول ستريت جورنال فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فوض وكالة المخابرات الأمريكية بتنفيذ هجمات مفتوحة لطائرات بدون طيار ضد أهداف مفترضة في اليمن كانت واشنطن قد نفذت عدة عمليات عسكرية ضد عناصر القاعدة في عدد من المحافظات اليمنية منها عملية إنزال جوية في يكلاب البيضاء أواخر يناير الماضي لكنها هذه المرة أعلنت ثلاث محافظات يمنية مسرحا لعمليات مفتوحة لأهدافها بحسب صحيفة نيويورك تايمز يأتي هذا التفويض مع زيارة مفاجئة قام بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى واشنطن يعتقد مراقبون أن التصعيد الأمريكي المفتوح والزيارة السعودية المفاجئة تنبئ عن دور أمريكي جديد يحمل الطابع الأمني يسمح بتنفيذ حرب مفتوحة ضد القاعدة مقابل دعم عسكري أمريكي ضد الحوثي ويعزز هذا التوجه الأمني موافقة واشنطن على صفقة أسلحة للرياض لاستخدامها في حربها ضد سلطة الإنقلاب تؤكد هذه التوجهات تناغم التصريحات السعودية الأمريكية على الأمن الإقليمي والمصالح الأمريكية في المنطقة لكن التساؤل يبقى مفتوحاً عن الأهداف السياسية لتفعيل واشنطن حضورها الأمنية المفتوحة في اليمن